الحديث بمزيدا من التفاصيل ينضم إلينا نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة شرف الدين الرفاعي سيد شرف الدين أهلا وسهلا بك أهلا بك والتسلامي شكرا على السلام إذن نتحدث اليوم عن اشتراطات ومستطلبات جديدة لاعتماد مركز الفحص للمركبات الكهربائية المستعملة بالنظر إلى هذه الاشتراطات الجديدة كيف ربما نقيمها تبعا للوضع الحالي تمام بدي أعود قريلا للسابق على موضوع سيارات الكهرباء بشكل عام نعم دخلت عندنا السيارات على المناطق الحرة في 2014 كان عندنا أربعة أو خمس أصناف نجحت وصلنا إلى 2021 دخلت أدت أصناف بعدها وكان يتم فحصها من قبل مراكز فحص بالمناطق الحرة مراكز طبيعية جدا بعدها وصلنا إلى 2023 قرار رئاسة الوزراء بأن يكون في كفالة للسيارات الكهرباء على أن تكون بعد تطبيقه بعد ستة أشهر بواحد واحد 24 كان عندنا تقريبا وصل لـ 17 مركز للإعطاء الكفالة وكانت الأمور بشكل عام نعم بعد هذا الوقت صار في عندنا داخل على الأردن ما يعادل 120 ألف سيارة كهرباء معظمها أو 70% هي سيارات صينية كان فيه تشاور ما بيننا وبين وزارة الصناعة والتجارة وتم تحويلنا إلى مؤسسة المواصفات والمقييس لبحث وجوب أول إشي منع الزيرو اللي هي سيارات الزيرو وعمل مراكز للفحص اتفاجأنا بـ 26.5 بصدور قرار بمنع دخول سيارات الزيرو إلا السيارات اللي تم التعاقد فيها قبل هذا القرار طبعا هذا اتفاجأنا فيه وكان صدمة للمستثمين بماطق الحرة لم يدخلها إلا ضمن مواصفات معينة لا الزيرو منع نعم منع ماذا نقصد بالزيرو حتى يكون هذه مشرحة اللي هو سيارات اللي مش ماشي الصفر العدات صفر العدات صفر تمام الآن الحرة طبعا تشكيلي يعني الحرة فيها سيارات كوري فيها سيارات بنزين فيها كهرباء بسم الصيني من كل أنواع هذا القرار جاء يعني كتير مفاجئ للمستوردين لأنه فيه ناس كانوا طالبين خارج ستة وعشرين خمسة فيه ناس كان عندهم لسه برنامج لهذا الموضوع يعني أدى إلى وجود حالة من الضبابية ولحد هاي اللحظة طبعا كان فيه نقاش تاني أنه بدنا نسمح بسيارات المستعملة ضمن شروط من ستة وعشرين خمسة اليوم صدر من دائرة المواصفات والمقييس أو مؤسسة المواصفات والمقييس هاي الاشتراطات طبعا هاي الاشتراطات للمراكز الآن بعلمنا إحنا داخل المنطقة الحرة لا يوجد إلا ممكن يكون مركز مؤهل حاليا طبعا عدد المركبات التي يتم جمركتها يومي من 300 إلى 400 مركبة منها 200 مركبة كهرباء الآن هاي المركبات كلها تتم فحصها من قبل المراكز فلا يمكن لمركز واحد حاليا أنه يكون يقوم بها المهمة إلا إذا طبق هذه الاشتراطات والمواصفات الجديدة للاعتماد كمركز ممكن تطابق معاه نعم بس لا يكفي للعدد اللي يتم جمركته يومي يعني أنا اليوم كل يوم عندي 200 إلى 200 سيارة نعم نتحدث عن المركز داخل المنطقة الحرة هو الوحيد الآن الآن عشان المراكز الثانية اتأسس حسب الاشتراطات اللي طلعت اليوم واللي مؤسسة المواصفات قاعدت فيها 3 شهر فكيف أنا بدي أسس مركز بيوم أو يومين أو أسبوع أنا بدي أتكلم كمان عن المستثمر اللي الآن سيراته موجودة ومطلوبة فلا يستطيع أنه ينفذ هذا الموضوع بأمر قطعي فيه فترة لازم تكون لا تقل عن 6 شهر مشان تطبيق هذا القرار نعم إذا ما تحدثنا عن هذه المواصفات والمقاييس وعكسها ضمن الاشتراطات المطلوبة اليوم تتحدث عن فترة زمنية واضحة مطلوبة لتقيد بها ما هي طبيعة هذه الاشتراطات الجديدة وماذا اختلافها عن الاشتراطات السابقة الآن هو القرارة طلع من ساعة يعني احنا ما لحقنا نأخذ التفاصيل ولكن في بعض الأمور اللي شاهدت أنا والإخوان بعثوها المستثمرين وهم متضررين طبعا من كافة الأصناف السيارات أنه 7000 كيلو يجب تكون ماشي السيارة وإحنا عنا بالأردن موضوع ما بين المستعمل وزيره هي 2000 كيلو الفرق بين المستعمل وزيره الماشي 2000 كيلو تعتبر مستعمل واللي أقل تعتبر زيره فهذا أصبحت الآن 7000 فكيف أنا بدأ جيب سيارة 5000 هذه تعتبر لا ما بتدخل على الأردن بالقرار نعم وهذا يمس أصلا أساسا الشحنات المطلوبة وما هو متفق عليه من قبل المستوردين نعم فيه أمور تاني كثير يعني الفحص بس لثلاثة أيام يعني فلد أو صالح لثلاثة أيام كيف بدأ أنا أروح أفحص السيارة وأبيعها وأدخلها لعمان بثلاثة أيام علما بأن فحص الترخيص كارت الفحص بظل شهر يعني صلاحيته لمدة شهر فأنت ثلاث أيام أو بتروح تدفع كمان مرة 100 دينار عشان يتجدد فحصك هذا أكيد يعني لا يمكن الاعتماد عليه ولا نقبل به نعم إذن الآن في ظل هذه المعطيات أنت تتحدث لربما عن حالة إرباك حتمية فيما هو مقبل وضمن هذه الاشتراطات الجديدة ولربما القرارات التي تفضلت باستعراضها كيف تصر في هذه الحالة؟ تحدثت عن مشاورات سابقة مع الوزارة اليوم نتحدث عن هذا القرار من قبل مؤسسات المواصفات والمقاييس كيف قد يتم التحرك خاصة في ظل هذه الشحنات التي تم طلبها من قبل العديد من المستوردين؟ نعم حاليا ما في شحنات كانوا ينتظروا التجار أو المستثمرين صدور القرار بناءا عليه يطلبوا الشحنات لأنه أنا بدأ أشوف شو المواصفات اللي أنت حطيتها لا شيء عالقا فابتداء من الآن رح يشتغلوا المستثمرين على المستعمل لكن أنه الموجودات بالحرة الآن السيارات الموجودة بالحرة بتتعامل طبيعي بتطلع ما عندك مشكلة لأنه القرار واضح أنه هذا بعد 26 خمسة لكن أنا الآن لو بكرة أنا عندي 200 سيارة بدهم يتم فحصهم ما في مركز فحص قادر أنه يتم حتى اللي طلبوا إنشاء المراكز حتى كان عطفة المساعدة المواصفات خبل شوي على لأنه طلبوا ناس طب هذا بده طلبوا منه الفنيين من ضمن لها أنه يكون أصلا من من البلد المنشأ عنده شهادة هذا بده عشان يسافر ويأخذ شهادة ويرجع بده 3 أشهر لطلب الأجهزة الفحص بدها للبناء بده يعني الموضوع بده فترة للمعالجة وليس يكون فيكون الآن المستثمرين جميعا بالمنطقة الحرة متضررين من 3 أشهر متضررين والآن يعني الضرر برضو واقع عليهم من عكسات هذا القرار الذي نتحدث عنه ما دام تم تطبيقه الآن ولربما إجراؤه في الفترة المقبلة أنت تتحدث عن ثلاثة أشهر أساسا هي كانت فترة صعبة على هؤلاء التجار نحن نتحدث عن ما هو مقبل لزيادة هذا الوضع الآن بعد قراءة هاي المواصفات التاجر أو المستثمر بده يطلب طلبية سيارات أو عدد من السيارات اللي هو حاسس إنها ممكن تمشي معاها هاي لو توصل للأردن بدها شهرين يعني أقل شي بدها شهرين ويجب بعدها أن يروح يفحصها ممكن تكون جزء منها غير مطابق للمواصفة خسر ممكن باعها للمواطن وإجا فحصها وطلعت جاوزت الثلاثة أيام برضو خسر كثير من الأمور لم يتم تحديدها بطريقة يعني لم نستشار بهذا الموضوع هذا أثر على التجار ولكن من المحصلة أيضا هناك أثر قد يقون على السكاء على السوق وعلى المواطن صحيح صحيح الآن إذا عندي كل يوم ثلاثمائة سيارة عم تطلع والعدد أعلى مش رح يطلع خمسين سيارة على هذا الموضوع على هذا القرارات ما رح يطلع خمسين سيارة ولا مدة ستة شهر فبالتالي نحن نتحدث عن عدم قدرة على تلبية الطلب على هذه السيارات من قبل المنطقة الحر نعم نعم للأسف إذن أمام كل هذه المعطيات لربما تحدثنا قليلا في نهاية هذه المقابلة عما ستتوجهون به الآن هذه الآلية من الواضح أنها لا تناسب الإجراءات المعمول بها من قبلكم على الأرض كيف ستتوجهون ما هي الدعوة اليوم لمن ستوجهون الرسالة حتى لربما يتم العمل على بعض التعديلات في هذا الشأن بما يخدم مصلحة الجميع إحنا هو للأسف ستة من الأصل كان لازم القرار يتخذ بالمشاركة ما بين المؤسسة المواصفات ووزارة الصناعة والمستثمين بمطق الحرة وتمثلهم الهيئة لكن إحنا كان فيه جلسات هاي الجلسات بعدين ما فيه قرار فاتفاجأنا اليوم بصدور القرار بصدور قرار منافي جدا اللي كان متفق عليه هم بقعدوا معنا ولكن بالآخر بأخذوا قرارهم طب تأثيره على السوق زي ما تفضلت حضرتك إحنا عنا دراسات ومتأكدين من تأثيره على السوق فهذا رح نشوفه خلال الأشهر القادمة إن شاء الله نتأمل أنه يكون فيه تغيير لهذا الموضوع ويخففه من إحنا أكيد مع أنه تدخل على الأردن سيارات مطابقة و ذات جودة ذات جودة عالية هذا أكيد هذا جزء من وإحنا منطبق شو بيجينا من لكن تطبيقه بلحظته هذا من المستحيل من المستحيل فنرجو أنه يكون فيه عادة نظر أو جلسات بحيث يعيد النظر بأكثر من قرار من ضمنها التاتية من ضمنها السبع تلاف كيلو غير القرار الثاني اللي إحنا لسهنا ما درسناها للأسف نعم نتطرق إلى مزيد من المتابعة في هذا الملف ولكن لابد أن الأهم أن تصل هذه الرسالة بما أن هذا القرار صدر اليوم أشكرك كل الشكر نائب رئيس هيئة المستثمري المناطق الحرة السيد شرف الدين الرفاعي شكرا جزيلا لك شكرا شكرا لمزيدا من الحديث ينضم إلينا في الستوديو رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية في نقابة المهندسين وعضو هيئة تدريس في جامعة البلقاء التطبيقية في كلية الهندسة التكنولوجية دكتور إبراهيم العدوان دكتور إبراهيم أهلا وسهلا أهلا بك وشكرا لإذاعة المملكة على التصدي لهذا الموضوع الهام جدا حقيقة وهم قطاع كبير من الناس هنا بالمملكة الأوردين دكتور إذن تابعنا للأخبار سوية خاصة فيما يتعلق بهذه الاشتراطات الجديدة والمعايير فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية ضرورة التنظيم فيما يتعلق بفحص هذه الكهربائية المركبات الكهربائية وخاصة المستعملة منها إذا ما تحدثنا بشكل عام عن ضرورة ذلك ما هي أهم النقاط الرئيسية التي يجب أن نركز عليها؟ يا ستي أنا مع هذا القرار الآن أنه مواصل المواصفات المقيس اتعرضت لهذا الموضوع واشترطت على أن يكون هناك يعني أماكن مرخصة ومهيئة للتعامل مثل مع مشاكل هذه السيارات الكهربائية لأنه حقيقة يعني إحنا الآن لما نحكي عن سيارات معروفة شركاتها مثل شركة مرسيدس وشركة تيوتا وشركة بي أم وغيرها وعلى سبيل المثال في سنة من السنوات كان في مشكلة في إنتاج سيارات تيوتا عملت اليابان في ذاك الوقت الشركة تيوتا جمعت كل السيارات اللي كان باعوها لكل العالم ورجعوها وعملوا يعني ودفعوا ثمن سيارات للناس اللي اشتروها ورجعوا يعني إعادة تأهيل هاي السيارات بالمشاكل اللي كانت فيها في عمليات التصنيع نحن هنا في هذا الموضوع السيارات الكهربائية هي بحاجة لمدربين أو فنيين على قدر من التخصص لأنه بالأخير المواطن رح يشتري السيارة لكن لا يعلم ماذا يحدث معه بالمستقبل هناك حداث كثيرة سير يعني حوادث بالسيارات هاي الحوادث إذا تعرضت السيارات الكهربائية لهذا النوع منها وإحنا بنعرف أن هاي سيارات كلها تستخدم المجسات السنسور الآن إذا صار فيها عطل صعب جدا الآن إعادتها إلا من قبل ناس متخصصين فيها فأنا أعتقد يجب على وزاة صناعة والتجارة من خلال مؤسسة المواصفات والمقيس أن يكون عندنا مراكز وهي المراكز يطلب منها شهادات اختصاص للناس اللي بدوا نتعاملوا مثل هاي السيارات حتى نتجنب المشاكل اللي إحنا بنسمع عنها وهناك بعض المشاكل حدثت وسمعنا عنها من فترة قريبة أنه السيارات كان يستخدمها المستخدم وما قدر يسيطر على إيقاف السيارة هناك يجب أن يكون كمان يعني عندنا اللي بيشتري السيارة يكون عندنا تعليمات من خلال الدفتر موجود بالسيارة هاي التعليمات يقرأها بحيث يرجع لأي عطل يصير فيها وهذا العطل يكون يعني مدروس وهناك بعض الحلول لهذه المشاكل اللي ممكن تصبح أو تصير عنا في سيارات الكهربائية يعني احنا الآن في توجه بالجامعات الأردنية والكليات التقنية أن نفتحوا تخصصات بالسيارات الكهربائية وهذا كثير مهم جدا أنه حتى نطلع خريجين وفنيين هذول يكونوا مؤهلين للتعامل مثل هاي أنواع مثل هاي السيارات حتى يعني نبتعد عن المشاكل اللي ممكن تحدث ونبتعد عن هذر الأموال لأنه الآن السيارات احنا بنستوردها إذا أصبح عنا أعطال فيها رح يصف في السيارات ويكون عنا هذر بالمال العام نحن مو بالأردن بحاجة لسيارات الكهربائية والسيارات الهجينة لأنه تعرف ثمن الوقود غالي والعالم يشجع بيئيا كذلك لتوجه من هذه السيارات والأردن غير منتج للبترول فأحنا بحاجة أن نكون عنا مثل هاي الأنواع مثل السيارات الكهربائية مثل الطاقة الشمسية المستخدمة الآن في بعض السيارات في الصين الآن أصبحوا يستخدموا الطاقة الشمسية لتشغيلها مثل هاي السيارات فرح يكون بالمستقبل القريب هناك إنتاج من السيارات غير عادة عن السيارات الكهربائية رح يكون عندنا إنتاج في استخدام الطاقة الشمسية وهذا بتطلب مننا أن نتعامل مع هذه الشركات اللي بتعمل مثل هذه السيارات بيكون عندنا مرجعية إلها ويكون هذه الشركات يعني تعطي دورات للفنيين اللي بتعاملوا لإصلاح مثل هذه السيارات نعم دكتور إذا ما تحدثنا عن مرحلة معينة الآن هل يشبه البضع حاليا بدخول هذه المركبات الكهربائية إلى الأسواق مقارنة مع بداية دخول السيارات الهجينة هل هناك اختلاف ما بين الجانبين لأن ربما السيارات الهجينة دخلت قبلا ومن ثم كان هناك ذات الإشكالية فيما يتعلق بالمرجعية وإصلاح هذه المركبات واختلافها الكامل عن السيارات التي تمشي بالوقود كليا نعم إذا أخذنا سيارات التي تمشي على الوقود نظام الإنجيكشن وعمليات كيف استخدام الوقود فيها والأنظمة الميكانيكية التي تستخدم بالسيارات العادية خلينا نحكي وهاي كانت بالسابق بجوز من 30 سنة كان نظام الحقن عنا بالسيارات الموجودة اللي نحن نستخدمها من ثم صار عنا الآن سيارات الهجينة سيارات الهجينة أثبتت كفائتها بالسوق المحلي وصار إقبال عليها من عدد كبير جدا من المستخدمين وكانت أعطت كفاءة عالية جدا وهناك مرجعيات لها من الشركات شركة تيوتا طلعت مثل هذه السيارات بعض الشركات الموجودة لها شركات ومعتمدة هي مسؤولة عن إصلاح مثل هذه السيارات كانت علامات تجارية واضحة هلأ بالسيارات الكهربائية يجب أن يكون هناك كما كان بالسابق مع هذه الشركات اللي نحكي عن سيارات الهجينة لأن هذه السيارات بحاجة التعامل معها مو سهل إذا لا سمح الله صار فيها عطال أو صار فيها حوادث أو صار فيها ممكن تتعرض لعطل في منطقة معينة في أزمة سير وهي بتأثر على حركة السير بالأردن لأنه شفنا كثير من الحالات أنه صار عنا مشاكل بهذه السيارات لأن المستوردين الآن بيستوردوا هذه السيارات فقط بيجيبوها من الصين وبتعاملوا معها على أساس أنها سيارات كهربائية وبتكون هذه السيارات فيها أحيانا أعطال وهي الأعطال يجب أن يكون ناس متخصصين من قبل الناس اللي مسؤولين عن هذه الشركات أو أصحاب هذه الشركات هل لدينا هؤلاء المتخصصين الذين تشير إليهم تفضلت قبل قليل وتحدثت عن إضافة تخصصات جديدة في الجامعات الأردنية تمكن من وجود مزيد من الخبراء ولكن منذ إدخال هذه السيارات سواء الهاجينة أو نتحدث ألاء عن مرحلة السيارات الكهربائية التدريب مطلوب خاصة فيما يتعلق بالخبراء والفنيين لعدم وجود مرجعية على الأرض يعني حقيقة مثل هذا النوع من السيارات يحتاج إلى ناس كفاءات يعني يحتاج إلى مهندسين لأننا نحكي عن نظام السنسور والدوائر والسيركيت والكهرباء وما شبه ذلك هذه بدها دراسة ومن خلال الجامعات وتطبيق البرامج الموجودة في هذا النوع اختصاص إذن بحد ذاته وليس فقط تدريب معين إلى اختصاص حتى يستطيع الوصول إلى كل ما يتعلق بمكونات هذه السيارات دكتور لربما سأل الأخير فيما يتعلق بذلك ذكرت موضوع المرجعية في العلامات التجارية المعروفة والشركات التي أصبحت مألوفة لدينا في السوق الأردني هل ظهرت هذه الإشكاليات بسبب لربما وجود السوق الصيني فيما يتعلق بهذه المرجعيات وهذه العلامات التجارية الجديدة يعني اسمحي لي هنا نرجع لعشر سنوات أو خمسطراشر سنة سابقا تم استيراد نوع من السيارات بالأردن وخلال فترة سنتين هاي سيارات تم إيقافها وتم يعني إيقاف استيرادها من الخارج لأنه كان فيها أعطال وهذه الأعطال تسببت بعدم وجود قطع لها بعدم وجود ناس متخصصين فيها ومن ثم وقفت نهائيا احنا نتمنى أن يكون عندنا مرجعيات فيها مثل هذه الشركات وناس متخصصين فيها حتى نعالج مثل هذه المشاكل اللي بتكون يعني من خلال استخدام الناس إلها لهذه السيارات بحيث يكون عندنا شركات متخصصة وبتعمل كفالة يعني أنا لما بدي أشتري الآن أي بروداكت عندي أي منتج الآن بدي أكون معه كفالة فأنا هاي السيارات الآن بتدخل عندنا بدون أي كفالة بأخذها المواطن بهمه جدا أنه ما يعني بتكون سيارات كهربائية وعلى أساس أنه هي يعني تقليل التكاليف بالنسبة لها إذا ما قرنت بالبنزين أو بالحجينة أو ما شابه ذلك لأنه حقيقة السيارات الكهربائية هي بتوفر يعني هذا إشي معروف لكن ما في عنا ناس متخصصين في موضوع صيانة هاي السيارات لو تعطلت منتر هاي السيارات وكمان يعني لحد الآن ما شفنا ناس طلع بهاي الشركات وقال أنه أنا مسؤول عن هذا المنتج من السيارات وأنا مستعدة أعالج أي عطل يكون فيها لأنه أعطالها لا سمح الله إذا صارت فهي يعني راح تكون قاتلة للإنسان اللي بيستخدمها بتعرف نظام كهرباء وهذه الكهرباء ممكن يعمل أي مشكلة من خلال الدوائر الكهربائية والسنسور الموجود في هاي السيارات شكرا كل شكرا لدكتور إبراهيم العدوان رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية في نقابة المهندسين وعضو هيئة تدريس في جامعة البلقاء التطبيقية في كليات الهندسة التكنولوجية شكرا جزيلا شكرا شكرا يعطيك العافية